تتخذ الإدارة العامة للمرور إجراءات احترازية مسؤولة في إطار الحملة الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا وكمحصلة لهذه الإجراءات فإن حوالي 80% من الخدمات التي أنجزتها الإدارة العامة للمرور في النصف الثاني من مارس 2020 كانت إلكترونية مما يعكس الوعي المجتمعي بأهمية دعم الجهود الوطنية والاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا تماشيا مع تبعات الوضع الصحي الراهن وما مضت في تطبيقه مختلف الجهات الحكومية والخاصة في تفعيل بواباتها الإلكترونية على نطاق أوسع تفاديا لانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 الذي يجد في بيئة التجمعات البشرية فرصة جيدة وسهلة لزيادة أعداد الحاملين له ها هي الإدارة العامة للمرور ووفق استراتيجية عمل احترازية تستمر بحظ نجاحاتها في تقديم خدماتها للمستفيدين عبر نافذتها الإلكترونية بأعلى درجات السرعة والدقة والإنجاز متوجهة وبحزم نحو دعم التدابير الوقائية المعمول بها في إطار الحملة الوطنية لمكافحة وباء كورونا المستجد وتحجيم رقعة اتساعه الإدارة العامة للمرور ماضية وفق خطة بعيدة المدى لتحويل معظم الخدمات إلى خدمات إلكترونية في متناول جميع بحيث توفر لهم السهولة واليسر لإنجاز معاملاتهم من خلال تطبيق الإدارة العامة للمرور لإيترافيك أو بيت البحرين الإلكترونية بحرين دوت بي اتش إلى جانب المعاملات التي تطلب حضور لمبنى الإدارة العامة للمرور هناك أيضا نظام إلكتروني اللي هو عبر تطبيق السكيبلاينو وهو الحجز المسبغ بحيث نضمن سلامة جميع العاملين وجميع المراجعين ثمانون بالمئة هي نسبة استخدام الخدمات الإلكترونية التي قدمتها الإدارة العامة للمرور وهي النسبة ذاتها للمعاملات التي أنجزتها الإدارة خلال النصف الثاني من شهر مارس الفائت ما يعكس وعي المجتمع وتعاونه وحتى مساندته للتوجهات الحكومية الداعية إلى اتباع خطوات الحيطة والمحاذرة في تحقيق صور واقعية من التباعد الاجتماعي خصوصا داخل قاعات الخدمة في الإدارة العامة للمرور وغيرها من أقسام مؤسسات الدولة المتنوعة المرض هذا العيادة بالله ينتشر بسرعة وإذا اجتمعنا كل واحد ينشرنا الثاني وهي صعبة يعني الحمد لله رب العالمين والمرور ما قصر معاملة جبارة ما شاء الله ترتيبها عن طريق الأونلاين بعد وكويس وخف الزحمة كانت أولي زحمة كثير الصراحة والحين يعني الشخاص يجي رقمه معه وكل واحد عارف شغله اللي قامت بإدارة المرور بالأشياء هذه الخدمة كلش ممتازة بالطريق الأونلاين أو طريق مثلا التخليص السريع اللي يعمل لهذا كلش في غاية السعادة أنا بروحي يعني أنا موجود في المرور راحين هنا منبهر من هاي الأشياء هذه أكثر من خمسين ألف معاملة منها ما يزيد على أربعين ألف معاملة إلكترونية تم إمضاؤها خلال الشهر الماضي معظمها تم حصره في دائرة خدمات التجديد السنوي وحجز موعد لامتحان السياقة إضافة إلى خدمة تجديد رخص السياقة وصولا إلى تزديد المخالفات منصات إلكترونية منتشرة في مختلف مناطق المملكة قامت الإدارة العامة للمرور بتوفيرها للجمهور الطالبي لخدماتها المتنوعة إلى جانب اعتمادها لبرنامج المواعيد المسبقة لتقليل فترات الانتظار وضمان وجود أعداد محدودة وتكاد لا تذكر من المراجعين للخدمات التي تتطلب الحضور الشخصي لتلفزيون البحرين محمد رشيدات